طبعا الليلة هنتكلم عن الوحدة السابقة اللي تكلمنا عنها في موضوع الاداء والفرق بين الوحدة السابقة والوحدة بتاعت الليلة ان الوحدة بتاعت الليلة انا هكلم لك عنها طبعا في المرة فاتة تتكلمنا عن تطبيق أصل رسمي لكن هنا المرة دي هتكلم عن التطبيق والوحدة مدموجات طبعا في حاجة واحدة انت هتنزل الوحدة وهيستبد معها التطبيق مباشرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا الليلة هتكلم عن اللي هو تطبيق زيتا كويس تكلمنا عنه طبعا في الحلقة الفارس هاخدتها لك طبعا تحت وتكلمنا عن التطبيق انه بعدل من اداء الجهاز لكن ما فوق تعديل حراري وما فوق فتح اللي هو الفريمات هنا في الوحدة بتاعت الليلة هتسبت التطبيق وحسبت ليك وحدة التعديل الحراري زاته الموجودة جواه وبعد كي تمكن تسبت الوحدة بتاعت الفريمات من بره لكن التعديل الحراري مدمج داخل الوحدة يعني التعديل هنا هيكون اكبر من شنو من الاصدار اللي احنا تكلمنا عنه عن التطبيق يعني كلامي واضح انه الحلقة الفاتحة تكلمنا عن تطبيق بس بتفعله بغير الاداء اما الليلة هنتكلم عن وحدة فيها التطبيق وفيها البيانات الانت دائرة موجودة في الوحدة كلها وفيها التعديل الحراري مدمج داخلها ويدي هتغير لك تغيير جزري يعني هتغير الاداء وحتغير اللي هو التبريض الحراري في الجهاز يعني هترفع المعالج اه اداء المعالج اكتر ما زي ديك طبعا دي قلنا ما فيها تعديل حراري نمشي طبعا للمجلس مانيجر طبعا دي عدد التطبيق القديم طبعا هنمشي ليه المجلس مانيجر نفتحه طبعا هتطلب منك تثبيت بتاعه حبه كلامه كتير الوحدة دي بيزات كلاما كتير لانه طبعا هتستخدم فيها زر خفض الصوت ورفع الصوت كتير نمشي طبعا من الزاكرة نختار طبعا الوحدة بتاعتنا بس طول معي بالك حبه لانه طبعا تثبيت بتاعك كتير حبه ما زي المرفض نمشي طبعا الوحدة يعني السعة بتاعتها زي 3 ميجا 3 ميجا وكسر يعني هنديه لا طبعا 3 ميجا وزي كده يعني نقول له يعني 4 ميجا كويس نضغط عليها طبعا هنضل اصدار اخر اصدار منها من الوحدة نعمل فتح طبعا قال لك هنا اضغط على رفع الصوت ده ريعمل معك تست يعني يا دوبة بعد شوية طوال حيدي يقول لك شنو اضغط على زير رفع الصوت للاجين عشان تعمل التست بعد ما ضغطها حيدي يقول لك داون واللي هو اضغط برضو على زير خفض الصوت تضغط عليه اضغط عليه طبعا مسافة معه هناك بعد شوية يلا بيقي لشنو حيديك بين الجهازك هنا حيقول لك اختار نوع الجهاز بتاعت اول حي طبعا نمر واحد اللي هو اندرويد عشرة وحد عشر نمر اثنين تزعة نمر ثلاثة تمانية وتمانية فاصل واحد نمر اربعة سبعة وسبعة فاصل واحد لحد دي نمر الخمسة اندرويد مارشيميلو ستة يعني بيضع من ستة لحد حد عشر هنا خدت لك طوالي سيلكت واحد سيلكت واحد دي انت حتضغط مفتاح الداون لوت بتاع الداون بتاع الصوت اذا كان اندرويد عشرة ولاحد عشر لكن مثلا اندرويد دي اعتزعة هاقوم حرك هاضغط بايشنو بزر ربع الصوت عشان انتغل للخيار التاني اضغط عليه مسافة زر ربع الصوت يا جماعة طبعا زر ربع الصوت دل التنقل وازonces انتغلنا للخيار التاني زهر معاءه اثنين بعدما زهر معاءه اثنين عشان اقوم اسologies 비ت الخيار terrifying بتضغط على زر خفض الصوت بتضغط عليه مسافة خفض الصوت يا جماعة. شفتها طوالي قام سبت معي. تاني هنا قام قدان اشنو? قدان خيار تاني قلليك ييش او نو. اختار يعني طبعا واحد ييس برفع الصوت ونو بشنو بخفض الصوت. طبعا هنا طوالي ما اديك واحد. واحد معناه ييس. لو انت داير المرة واحد تضغط على شنو? على طوال على خفض الصوت. ولو حاب تنتغل الخيار بتاع نو. تضغط رفع الصوت عشان تنتغل الخيار التاني. وبعد كده هتضغط على شنو? على زير خفض الصوت. طبعا هنا هو قلليك شنو? قلليك اه يو اه يو وونت سير من اللي هي دي هنا شنو? وحدة التعديل الحراري. اللي هي وحدة التبريض الحراري اللي بتعديلك في الجهاز. ده سبتة او لما سبتها? طبعا لو ما سبتت حيقالك طبعا نفس التطبيق القديم. كده ما منه فايدة. لكن لازم سبت شنو? وحدة التعديل الحراري. طبعا انا هقوم طوالي حتضغط على زير خفض الصوت لانو انا هختار واحد. خفض الصوت. لاحظ طوالي تفاعل معي. تاني هنا ده خيار قلليك بتعلق بالصوت. كويس. اه قلليك وونت ماجيك بلاس اوديو. يعني تضغير الصوت ولا ما دير. طبعا هتضغط لي برضو زير خفض الصوت اللي هو تفعيل. خيار الشوت. طبعا لو ما ديرو هتضغط على شنو. رفع الصوت عشان نقولك الخيار الثاني. هنا قلليك بعد كده اديك ثلاثة وضع. افورس. وبريف اه بريمزيف واللي هو الديفولت. طبعا الديفولت ده هو الوضع الافتراضي. هو زاته هنا قلليك سلك اه ده الوضع الامن يعني لو انت حبي. وطبعا لو حبي تجري بالاول التاني طبعا برجع لك. طبعا اول التاني فوقه اداء عالي. اكسر من الاول. طبعا هنا هقوم شنو? هقوم بالسلة عمل سيليكت. حدو طبعا زير خفض الصوت. اهي ربع الصوت عشان انتغل الخيار التاني. وبعد الخيار التاني عشان اقوم شنو انتغل الخيار التالت. انا طبعا دار الخيار التالت اللي هو الوضع الافتراضي. كويش? لاحظ? تاني حقوم اضغط تاني على زير ربع الصوت. كويش? مسافة طبعا تضغط عليه. نقلل الخيار التالت. بعد ما نقلل الخيار التالت بضغط علشنو? على زير اللي هو اه اللي هو خفض الصوت. بضغط عليه مسافة. عشان يعمل ليه تثبيت. كويش? سبت معي الخيار اللي هو بتاع اللي هو الكيرنر اللي هو الافتراضي. هنا قامت داكشنو قال لك المزامنة بتاع البطارية. وايس. دايرة تكون في ولا داكت المساحة. هنا طبعا قال لك هنا طبعا انت حسب الحاجة اللي انت دايرة. كويش? طبعا انه هعمل ليه ييس. طبعا على زير خفض الصوت. شاني سبت معي. هنا طبعا نقلك لجي ام اس. طبعا جي ازبلي وحدة قبل كنت تكلمنا عن حقت البطارية. طبعا لو عندك ممكن تسبت وممكن ما تسبت ما بتحتاج يعني ما شرط يعني. لانو اصلا الزور اللي عنده ما بحتاج ممكن تسبت لانو اصلا هي موجودة في الجهاز. ممكن تعمل ليه عدد بتاع تزبيت تاني. اضغط على حزب خيارك. لو دايرة تسبتها اضغط على الخيار طوالي بتاع زير خفض الصوت. ما دايرة طبعا بعد كده مشي لربع الصوت شانين نقول لك للخيار التاني. لغطنا على خفض الصوت. سبتها. اخر قلي هنا اوبتومايزيشن و هنا قال لي المحسن بتاع اللي هو بتاع التعدير الحراري دار تفعله ولا ما دار تفعله هقول له يا خانا دار افعله هضغط على طوالي على زر اللي هو خفض الصوت للتثبيت مباشرة طبعا لو ما دار دي طبعا هضغط على زر رفع الصوت وبعد كده الى زر اللي هو رفع الصوت وبعد كده لخفض الصوت طوالي هنا بعد كده تم بحاول يسبت كل البيانات اللي انت كبير تكلمت عنها كلها بسبت فيها بعد ما يخلص طوالي طبعا حيقول لك طبعا اعادة بتاعة التشغيل و طبعا لو في خيار انت ما دايره او في خيار ده تجربه تاني هتعمل اعادة بتاعة تثبيت الوحدة من جريد تاني وبعد كده تعمل الغاء او تفعيل وضحت الفكرة ممكن تطلع منا ممكن تعمل اعادة تشغيل طوالي الوحدة كده احنا شنو فعلنا الوحدة و حيثبت معها التطبيق مباشرة حتى لك التطبيق انه ظهر عندك وبعد كده ممكن تتغير بين الاوضاع ويا حبزة طبعا لو غيرت بين وضع ووضع تعمل اعادة بتاعة تشغيل في الاوضاع اللي تسهر لك طبعا انه الوضاع طبعا شرحناه مبارحي وقت تفتح التطبيق طبعا قلنا بيجيك اللي هو باربعة اوضاع تختار اي وضع عن طريق السحب كويس بيخديك الوضع اللي انت دايره تسحب كده يفعلك وضع البطارية انتهت منه بيعمل لك شنو الرجوع نعمل مثال سحبنا بيديك صاح كويس بقى شوية بيصهر لخيار لو انت ما داير انك شنو تعمل عملية الرجوع تحيط طبعا يتكلمنا عن حرفة زت اللي هو ده بيفضي لك شنو بيفضي الرام لو كانت مشغولة حبة طبعا ده حغطيك الفيديو بتاعوا مبارح بتاع الشرح لو انت حابه وتاني وطبعا كده احنا شرحنا اللي هو التطبيق بالوحدة بتاحته طبعا التطبيق ده الوحدة دي اللي احنا نزلناها الليلة دي بتعمل تعديل حراري للجهاز تبريد حراري وبتعمل تعديل اداء يعني احتمال تكون افضل من دي من التطبيق ده كبيرا بكتير جدا لان وحدة التزبيط او التبريد الحراري احنا سبتناها كده انا خلصت كلامي واحتمال جرت لكم الكلام بسرعة كده والموضوع ملخوم حبة اه المهم اعزوروني حبة لو في حاجة مهلا اكتب ليه في التعليقات انا ممكن اعدل لكم تاني لو في حاجة جديدة ونقول تبعا انت زي ما كل مرة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما تنسوا الاشتراك في الغناه يا جماعة السلام عليكم